دعب بالفاتيكان فرانسيس الأول ممثلي الكنائس المسيحية في العراق لابد للجهود لضمانيا تكون الديان في خدمة طريق الأخوة نحو السلامة مستفيدين من تجربة عصور طويلة من العيش المشترك مع باقي الديانة وقال لممثلي الكنائس الذين يزورون روما بمناسبة الذكرى الأولى لرحلته إلى العراق إنه لا يمكن تخيل العراق دون مسيحيين إن هذه القناعة تستند إلى أسس دينية وأدلة اجتماعية وثقافية مضيفا أن العراق دون مسيحيين لن يكون العراق بعد الآن لأن المسيحيين إلى جانب المؤمنين الآخرين يسهمون بقوة في هوية البلاد المحددة كمكان ازدهر فيه التعايش والتسامح والقبول المتبادل منذ القرون الأولى وأضف بابا الفاتيغان أن الحوار هو أفضل علاج للتطرف الذي يشكل خطرا على أتباع أي دين وخطر جسيم على السلامة لذلك يجب المحافظة على شراكة عميقة الجذور بين المسيحيين وباقي الأديان للتعايش السلمية اشتركوا في القناة